ولسه بنحتفي معاكم النهاردة بيوم الشهيد وليه بنحتفي بيوم الشهيد؟ بنحتفي بيوم الشهيد لأنه ما فيش أي حد أو أي بطل هيقدم حياته فدى الوطن مش هنفتكره البلد مش هتفتكره ولا هتفتكر أهله ولا هتفتكر حياته ولا هنحتفل بحياته كلها الناس دي النهاردة احنا بسببها عاديين بعزة وفخر رفعين راسنا قادرين ان احنا نكون عايشين حياتنا بسلام وأمان نهاردة الذكرى الـ 54 ليوم الشهيد واللي بيصادف فيها استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وخلال زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال في مارس عام 1969 من 1969 للنهاردة احنا بنفتكر لسه كل شهداء الوطن صحيح وطبعا التاريخ ده محفور في ذهن المصريين لأنه كان زي ما قلت الحضركه تاريخ مميز وكان كمان دافع كبير جدا لحرب الاستنزاف أنه يعني يبقى لها شكل تاني طبعا يعني كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة يستوشت على الجبهة فكان دافع كبير وكانت حرب الاستنزاف أولها حاجة وبعدها حاجة تاني من وقتها والحد النهاردة القوات المسلحة المصرية ما زالت بتقدم قائمة طويلة جدا من الشهداء اللي قدموا أرواحهم لحماية أمن واستقرار هذا البلد ولللههم ما كانش يعني قدرنا ربنا أن احنا نقضي على الإرهاب في سيناء وأيضا ما كانش قدرنا ربنا أن احنا نبدأ عملية التنمية الشاملة إزاي حد نعمل تنمية وكان فيه إرهاب في سيناء قدرنا نقضي على الإرهاب ونقضي على جذور الإرهاب ونقضي على تمويلات الإرهاب بعد جهود طويلة جدا كان فيها دماء وكان فيها تضحيات كبيرة النهاردة خلينا نتكلم أكتر عن هذا اليوم عن رمزية هذا اليوم عن أهمية هذا اليوم بالنسبة للمصر واللمصريين ضفنا النهاردة اللواء محمد الشهاوي المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية نورنا النهاردة في السوديو سبع الكريم مصر أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين أهلا بك يا فندم خلينا في البنين نتكلم عن يوم الشهيد اللي سيظل لأبد الأبدين أنه سيفضل في تاريخ وذكرة المصريين أنه يوم مقدس وحنفضل نفتكر كل أبطالنا اللي فرقونا واللي بسببهم النهاردة نحن قادرين نرفع رأسنا يعني عايز أتكلم عن اليوم ده بالذات وهل اليوم ده هيخلي الأجيال اللي طلعا يمكن من الجيل الجديد من المصريين يفهموا تاريخ مصر عمل إزاي وأبطالها من القوات المسلحة ويقدروا يستوعبوا الفكرة من وراء الاحتفاء بهذا اليوم هو طبعا إحنا في البداية يسمعي لي أن نقدم تحية التقدير للقوات المسلحة المصرية تحية التقدير للفريق أول أعبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في ذلك التوقيت تحية التقدير لكل الشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم حتى تنعم مصر بالأمن والاستقرار تحية التقدير لأم الشهيد لأننا هذه الأم العظيمة التي قدمت ابنها وفقد حياته حتى تحية مصر عايزين نقول أن النهاردة بالرغم من أن تاريخ مصر مليء بعلامات البطولة والفداء بنختار يوم 9 مارس ليكون عيدا للشهيد تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض ده بيدينا رسالة مهمة جدا هذه الرسالة أن كل أفراد القوات المسلحة تطوق لنيل شرف الشهادلية لأن الفريق عبد المنعم رياض بالرغم من كون رئيس أركان حرب القوات المسلحة ما قعدش في مكتابه ده راح للجبهة جبهة أماء في الحد الأمامي بينه وبين العدو الإسرائيلي شوف فقط عرض القناة ممر الماء ممر الماء القناة السويس 250 متر لو هو مش عاوز الشهادة كان يقعد في المكتب وهناك قادة كثر وهناك ضباط وجنود على الجبهة ولكن هو كان قائد الجيش وهو رايح لما أصر يوم 9 مارس أنه يروح يتفقد الموقف على الأرض ويدير المدفعية لأن القوات المسلحة زي ما قال الأستاذ مصطفى دلوقتي تحولت من مرحلة إلى مرحلة تحولت يوم 8 مارس قبلها بيوم من مرحلة الصمود إلى مرحلة الاستنزال صمود يعني إحنا ما بنردش قاعدين ناخد بس ضربات لكن بنعيد تنظمنا وبنعيد هيكلة القوات المسلحة ويتم التدريب لأن العرب في التدريب يوفر الدم في المعركة لكن يوم 8 مارس فتحت المدفعية المصرية نيرانها على خط برليف ضمرت عدد كبير جدا من خط برليف يصل إلى أكثر من 50% فما كان من الفريق عبد منع مرياض أنه يروح يشوف الموقف على الطبيعة يدير إدارة نيران المدفعية وزار هذا الموقع 11 مرة قبل أن تكون المرة الثانية عشر هي الأخيرة بعد وصوله بـ 15 دقيقة كانت هناك قضيفة إسرائيلية وتم استشهاده لكن كان قائد الموقع معه مقدم هذا المقدم اسمه ليون مسعد تادروس مسيحي وأصيب في تلك الواقعة ولكنه بعد شفاءه كان من أوائل الذين اشتركوا في حرب أكتوبر المجيدة دي بتدينا رسالة بأن القوات المسلحة أو مصر على وجه العموم مصر نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي وأن رمال سيناء مروية بدماء الشهداء والدليل على ذلك أننا برضو عندنا من أوائل شهداء حرب أكتوبر ونحن بنتكلم عن الشهداء الشهيد العميد شفيق متر سدراك مسيحي وكان قائدا لأحد ألوية المشاهد الميكانيكية ويوم الحرب اجتمع مع الجنود والضباط وضباط الصف عشان يديهم كلمة معنوية ليه يحفزهم بدأ هذه الكلمة المعنوية بآيات بين القرآن الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم صحيح ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم وفعلا دي كانت نبوءة بانتصارنا في حرب أكتوبر هذه الحرب التي هدمت نظرية الأمن الإسرائيلي وكسرت ذراع إسرائيل الطولة وهدمت الجيش وهزمت الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم ده بتقول لنا أن هناك بسالة وجسارة للجند المصري الذي عقدته النصر أو الشهادة سوفنا شهادة عبد المنعم رياض هناك في سنة 69 تم اختيار يوم 9 مارس تخليدا لذكر هذا القائد العظيم اللي هو كان له اشترك في حروب كثيرة قبل ذلك بقبول الجنرال الزهبي الجنرال الزهبي هذا الموقع عديد المرات تصل إلى 11 مرة ولكن هو فعلا قدره أن يكون من الشهداء ويكون بادرة لتحرير هذه الأرض العظيمة اللي سقط على أرضها كثير من الشهداء في تطهيرها من الاحتلال الإسرائيلي وتطهيرها أيضا من الإرهاب والإرهابيين طيب يعني لو بنتكلم على عبد النعم رياض ويوم يعني أن عبد الناصر رئيس الأسبق اختار هذا اليوم يكون يوم الشهيد ده جي بعد جنازة عظيمة جدا المصريين مشوا فيها وخرجت فيها مظاهرات من المدارس وكلها كان بتطالب بالسقر وحصل بعدها يعني انطلقت بعدها حرب الاستنزاف بشكل آخر غير اللي كانت قابليه كلمنا عن جنازته اللي كتب عنها المؤرخين وقال أن هي يعني كانت تتشابه بشكل كبير جدا مع جنازة عبد النعم أنا عايز أقول أن ده برضو بتعتينا رسالة احنا النهاردة بنتكلم ايه الرسال التي وإيه الدروس المستفادة التي يمكن أن نستفيد بها من مثل هذه المناسبة العظيمة اللي هي تكسيدا للمبادئ السامية والقيم النبيلة اللي بيتحلى بها أرواح الشهداء الشعب المصري لا ينسى كل من بذل جهدا أو أنه يعني فقط حياته في صبيل استقرار وأمن هذا البلد أو منضحى جزء من جسمه اللي هم المصابين وعلشان كده بالله أن هناك جنازة أكثر من مليون شخص شاركوا فيها وبعدين احنا عندنا يا أستاذ مصطفى حاجة كويسة في هذه الجنازات أن هي بتتخذ بفرحة وهناك شعارات يعني بالروح بالدم لن ننساك يا شهيد وأن بالروح بالدم لازم نستعيد كل شبر من أرض الوطن كان الشعب المصري على بكرة أبيه ولذا بنجد أن قواتنا المسلحة لديها خطة يعني بالرغم من أن هذه الجنازات اللي احنا شفناها بنشوف أن الدولة لها خطة لدعم أسر هؤلاء الشهداء هذه الخطة بها قانون من مجلس من البرلمان أنه هو طيب الشهيد ده فقط حياته لصالح أمنه والسقرار الوطن كان ممكن يعني أنه لو لم يشارك في تلك المعركة وإحنا شايفين في التقارير اللي قبل كده إزاي أن خالد دبابة هذا المقاتل اللي احنا بنترحم عليه إزاي أنه هو كما نقول وكان هو مش في المهمة القتالية كان حيش ده كان حقيقة بيسلم لكن هو أبأ أنه يساعد زميله وأنه يفدي بروحه بعض زميله اللي موجودين ده بيقول لنا أن مصر لا تنسى أبنائها الذين مش لازم يفقد روحه أو يفقد جزء من جسمه الذي يبزل الجهد فبنلاقي إحنا أولاد هؤلاء الشهداء الدولة بطرعاهم ومهما فعلت دولتنا لن توفي لهؤلاء حقهم أم الشهيد زوجة الشهيد أولاد الشهيد دائما هم في القلب وفوق الرأس ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بنشوفه يحتضن أولاد هؤلاء الشهداء وعلشان كده بنلاقي أن يعني في المدارس في الجامعات في المنشآت الحيوية في الكباري بيطلق أصماء هؤلاء الشهداء على تلك الأماكن أولادهم بيتم توفير فرص عمل لهم بيتم دفع رسومة المدرسية لهم بيتم تزليل أي ما صعب يكون له علشان كده بنقول فعلا أن هذه الذكرى هي بتدل على روح البطولة والفداء التي يتحلى بها أرواح هؤلاء الشهداء وبتدينا رسالة أيضا أن الدولة لا تنسى أبنائها من خلال الاحتفاء بذويهم وعلشان كده بنلاقي أن في مثل هذا اليوم بيتم في هذه المناسبة العظيمة بيتم استدافت استدافت وإحنا شفنا أنتم تستضيفون ماذك من هؤلاء الشهداء الشهداء كثر من أول توحيد مصر على يد الملك ميناء منذ خمس سلاف ومئتين سنة بالزبط في تلات تلاف ومئة وتمانين وإحنا شايفين شهداء شهداء من أيام أحمس قاهر الهنسوس وبين حطمث الثالث في معركة مجدو وبين رمسيف الثاني في معركة قادش وصولا إلى جولات الصراع العرب الإسرائيلي حتى تطهير سيناء من الإرهاب بيسقط شهداء مش في مصر بس ده احنا عندنا الشهيد المقدم محمد عبد العزيز وهو يستشهد في تحرير فلسطين في حرب 48 وعندنا شهداء في اليمن وشهداء في الكويت وبالتالي بنجد أن مصر دائما زي ما بتحافظ على أمنها القوم هي أيضا بتحافظ على أمنها القوم المصري وتحافظ أيضا على الأمن القومي العربي أنا أريد أن أسأل حضرتك سؤال الرجال القوات المسلحة دائما بيرفضوا أن هم يستسلموا عندهم دائما روح البسالة خليني أقول أن هم عندهم دائما روح المقاومة نحن نقوم لغاية آخر نفس ولو في مقابل ده هقدم حياتي يبقى هقدم حياتي هل ده في عقيدة رجال القوات المسلحة يعني إزاي كلهم عندهم نفس العقيدة ونفس الفكر ونفس الروح خليني أقول هم بيتربوا فيها بيتربوا فيها من أول ما بيكونوا في مصنع الأبطال في الكلية الحربية أو مصنع القادة في كلية القادة والأركان أو في مصنع كبار القادة في أكاديمية ناصر للدراسات العليا هناك كل فرض بيتمنى الشهادة الجندي المصري لها وعقيدة هي الناصر أو الشهادة يعني بيقول لما بيجي بيتخرج بيقول لا أترك سلاحي قط حتى أذوق الموت هو إحنا شفنا في دول جنبنا بيجي يهجم على أي وحدة صغرى أو وحدة بلا أن الناس تسيب السلاح وشفنا الكلام ده في أماكن كثيرة جدا وينجوا بنفسه لا نصري لا الجندي المصري لا الجندي المصري ما يسيبش سلاحه يا إما ينتصر يا إما يكون شهيد ده خلاص هو تعود على كده ولذا بنجد أنه النهاردة مش شهيد فقط في الاحتلال الإسرائيلي إزاي أن احنا طهرنا سيناء وحررنا سيناء من إسرائيل أو طهرناها من الإرهاب والإرهابيين لا ده في كل مكان في الوطن العربي بنجد أن هناك شهداء هذه عقيدة هو متربع عليها ولذا بنلاقي أن القوات المسلحة المصرية دائما ما تضع تدريب الفرض المقاتل على رأس منظومة الكفاءة القتالية يعني السلاح ده مش هيحارب لوحده لابد أن يكون هناك فرض مدرب ذو علم ذو خبرة ويكون عنده عقيدة في قلبه لأنه هو ممكن الحرب بتبقى فيها ضغوط نحن عندنا نماذج كبيرة جدا كبان من سلاح الطيران في حرب أكتوبر يعني اللي رفضوا أن هم يستسلموا أو يسيبوا طياراتهم وفضلوا يحاربوا طيارات يمكن متقدمة عنهم لغاية ما فعلا أسقطوا هذه الطائرات وبنتكلم على أبطال كثيرة قوي من سلاح الطيران في كل أفرع القوات المسلحة احنا عندنا القوات المسلحة برضو يعني عاوزين نذكر أن القوات المسلحة لها شعار يا أستاذة بسانت ايه شعارها؟ يد تبني ويد تحمل السلاح احنا حاربنا الإرهاب في سيناء بسلاح جديد جدا التنمية قيام مشروعات تنموية كبيرة كانت سببا رئيس في الخضاء وضحر الإرهاب بتوفر فرص عمل للشباب السيناء حتى لا يصل استطابهم من قبل الجماعات الإرهابية ربعمية وستين مشروع تكلفت ربعمية وثمانين مليار جنيه على أرض سيناء الاستفاد من القيمة المضافة في سيناء أن السيناء تسمى أرض الفيروز فيها رامل زجاجة فيها رخام جرانيت طيب بدل من صدر الكلام للخارج ويتم تصنعه ما نعمل إحنا مصانع تم إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الرخام والجرانيت في منطقة في وسط سيناء تسمى الجب كافة فبالتالي الدولة حربت الإرهاب وانتصارنا على الإرهاب اللي كان فيه بقعة بسيطة في مسلس رفح الشيخ زوايد العريش واستطاعت أن تنهي بالعملات العسكرية نعم بتكفيف منابع الفق بتكفيف منابع التمويل ثم بأعمال التنمية التنمية مش في سيناء بس التزمية في كل ربوع الوطن ده سلاح جديد كل ذلك ده نوع من أنواع التنمية الشاملة المستدامة وكلمة مستدامة إن إحنا نحافظ على الموارد بتاعتنا موارد اقتصادية موجودة وموارد حاجة تانية اسمها الموارد غير الاقتصادية الله موارد غير الاقتصادية دي بيسموها رأس المال ميت رأس المال الميت يعني عندنا الشمس مناش من نستفيد بيها عندنا قد الآن أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الشمس في منطقة بان بان بأسوان الرياح وخصوصهم في فتر الشتاء كله بيحاول يدفع يعني الرياح دي حاجة صعبة جدا لا دي احنا بنستفيد بيها في أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر وبالتالي الدولة في كل الاتجاهات تؤمن حدودنا تؤمن الأمن القوم المصري الأمن القوم العربي تقوم بمشروعات التنمية صحيح طيب الرسائل السياسية من يوم الشهيد الدولة عايزة تقول إيه للمواطن المواطن مفروض يستفيد إيه أفضل شكل من وجهة نظرك نعم نقدر نعمل بيه يوم الشهيد يبقى عامل إزاي علشان يعني نوصل هذه الرسالة والله ده سؤال جدا سؤال مهم جدا عاوزين نقول أن هناك رسائل كثر رسائل كثيرة في يوم الشهيد عاوز أقول الرسالة الأولى أن الجندي المصري وكل أفراد القوات المسلحة بل والشرطة المدنية نحن عندنا برضو بنحتفل بالشهداء أيضا شهداء الشرطة المدنية برضو دولة كان لهم فضل كبير في تطهير سيناء من الإرهاب والإرهابيين الرسالة الأولى أن جميع أفراد القوات المسلحة يتوقوا لنيل شرف الشهادة والدليل على ذلك اللي احنا شفناه فريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة مكانه هنا في وزارة الدفاع لا دساب مكانه وطلع لغاية الجبهة لغاية العدو الإسرائيلي لا يخشى شيء سوى أنه يقدر يحقق إلى هذا وينتصر على العدو الإسرائيلي الرسالة الثانية هي أن مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء الشهداء ليه بنقول دماء الشهداء عشان يوم الشهيد الرسالة الثالثة هو الدولة بطرعى كل من يبذل الجهد وكل من يبذل العرق وكل من يبذل الدم وكل من يفقد أجزاء من أجسامهم بترعاهم وترعى أسرهم وتضعاهم في القلوب وفوق الرؤوسة الرسالة الرابعة أن مصر بتحافظ على قدسية الطراب المصري وأن قادة مصر ورئيس مصر بيدركوا جيدا مدى قدسية الطراب المصري ولا يفرطوا في أي شبر من هذا الطراب والذي إحنا شفناه استطاعنا أن نحرر سيناء حررناها بالعمليات العسكرية وبالسياسة الدبلوماسية والسياسية وأيضا بالتحكم الدولة حتى استرداد سيناء جزء من سناء كان واحد كيلو فقط اللي هي طابة وأعدنا سبع سنوات بالتحكم الدولي حتى تم استرداد ده بيقول لنا أن قادة مصر لا يفرطه في أي شبر من أرض الوطن أما الرسالة الأخيرة اللي أعيز أقولها وهي دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يذكرها هو العمل بيسأله غندي بيقوله أهم تسلية في الحياة هي إيه قال لهم هي العمل ثم العمل ثم العمل وبالتالي أنا نصيحتي لكل الشباب الشباب اللي كانوا وقود الحرب في العمليات الحربية وفي عمليات مقاومة الإرهاب الشباب اللي هم قاطرة التنمية الآن اللي بيقوموا بالمشروعات التنمية في كل ربوع الوطن 30 ألف مشروع بيتكلفوا أكثر من 8 رليون جنيه من اللي بيعمل الكلام ده وبالتالي الشباب هم الذين لهم الدور الآن ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يهتم بالشباب وتمكين الشباب وتمكين أيضا المرأة سحيح سنظل دائما نذكر يعني بطولات القوات المسلحة وأيضا يعني أهم ما قدمه هؤلاء الشهداء لمصر وهو دماؤهم وأرواحهم شكرا جزيلا لكل أم أنجابت شهيد شكرا جزيلا لكل أسرة استحملت وصبرت شكرا أيضا اللواء محمد الشهاوي المستشار بأكاديمية نصر العسكرية نورتنا النهاردة وتكلمنا بالتفصيل عنها شكرا جزيلا شكرا جزيلا